ربما كلنا عارفين إن مبارح كان في حادث مؤلم وقع في كنيسة أبو سيفين في مبابا الحريق دايما تابعنا كلنا حصل في الدور الثاني في الكنيسة بسبب تشغيل التكييف بمولد كهربائي المولد ده عمل ماس ونتج عنه حريق ودخان تسبب للأسف في وفاة 41 شخص وإصابة 16 من أهلنا اللي كانوا متواجدين في الكنيسة من بين المصابين اتنين ضباط واتنين أفراد شرطة كانوا بيساعدوا في إخماد هذا الحريق في الحقيقة احنا بنعزي أنفسنا وبنعزي أهلينا وبنعزي كل المصريين في هذا الحادث الأليم حقيقة يعني هذا الحادث اللي حصل مبارح كان فيه وجع قلب كتير وجع قلب ألمنا كلنا استقبلناه بحزن شديد جداً ربنا يا رب يرحم أخوتنا اللي توفوا وربنا يصبر قلوب أسر الضحايا ويصبرهم وأكيد نتمامنا من الله الشفاء العاجل لكل المصابين هي أنه كمان مبارح كان فيه تحرك سريع وفوري من الدولة المصرية من أول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أصدر توجيهاته بشكل فوري للتعامل مع الحادث وتقديم كل الرعاية الصحية للمصابين أيضاً رئيس الوزراء اللي كان في العالمين الجديدة وتحرك لموقع الحادث على وجه السرعة وطلع للدور اللي كان فيه الحريق وتابع كل الإجراءات اللي اتعاملت للمصابين في المستشفى ده غير المجهود الكبير كمان اللي عمله رجال الحماية المدنية والمطافي نفس الكلام حصل مع الإسعاف لنقى المصابين لمستشفى العجوزة ومستشفى مبابا لترقي العلاج حقيقة يا جمانة كمان أن الحادث يعني مثل لنا كلنا صدمة كبيرة لكن تضامن المصريين بيظهر دايماً في الوقات الصعبة مبارح شفنا تضامن شعبي ورسمي على كافة المستويات شفنا أهالي منطقة مبابا الجدعان الرجالة إزاي كانوا بيساعدوا في إنقاذ المصابين إزاي كانوا بيسهلوا دخول عربيات الإسعاف والمطافي رغم أن الشوارع في محيط منطقة الكنيسة زي ما احنا عارفين وزي ما شفنا كانت شوارع دايقة جداً وكان صعب الوصول لهؤلاء لكن الكل كان بيساعد الكل كان بيدعم الكل كان بيشارك في تخفيف الألام وفي مساعدة أهالي الضحايا في هذا الحادث اللي ربما أظهر معدن الشعب المصري في هذا الوقت صحية مصطفى على قد ما الحادث يعني جلل لكن الحقيقة برضو بيخلينا دايماً نشوف المعدن الحقيقي المصريين واللي بيظهر في كل الأزمات طبعاً بنعزي أنفسنا في هذا المصاب الكبير ربنا يرحم أخوتنا اللي توفوا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين